موسيقى اللهم ارزقني شفاعة الحوسى وتبك لي قدم صدق عندك مع الحسين وتبك لي قدم صدق عندك مع الحسين يا حبيبي نوريني يا حبيبي نوريني يا حسين يا حسين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين محطة حسينية في أدعية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام سؤال هل يجوز الدعاء عند القبور وهذا سؤال مثير ماذا تصنعون عند الأموات ولماذا تسلمون على الأموات ولماذا تزورون الأموات ولماذا تقرؤون القرآن أو الدعاء عند قبور الأموات أشكالات وأجوبة الإنسان عندما يراجع آيات القرآن الكريم والروايات يرى هناك تعظيم للإنسان ولقد كرمنا بني آدم أو خلقناه في أحسن تقويم وما أشبه ذلك من الآيات الكريمة أو الروايات التي تجعل حرمة الإنسان أعظم من حرمة الكعبة وإلى آخر من الروايات التي تؤكد على قيمة الإنسان المسلم عد هذا نقول أنه يكون الإنسان المسلم كيف هل في الإنسان عندما يكون حيا مكرم ومقدس وله احترام وتقديس وعدما ينته كل شيء أبدا الإنسان إنسان سوى كان حيا أو ميتا الإنسان معظم ومكرم سوى كان حيا أو كان ميتا لماذا نقول ماذا مات أنتهى لماذا أنتهى نسأل هؤلاء الذين يعترضون على زيادة القبور أو قراءة الدعاء والأدعي عند القبور أين إشكالكم لماذا الإنسان عندما قبل أن يموت في حالة الاحتضار يقال يوجه باتجاه القبلة ويقرأ له دعاء عديلة وصورة الرحمن وصورة ياسين وأدعي القرآن لماذا لماذا يقرأ القرآن والأدعية في حالة الاحتضار سؤال آخر لماذا عندما يموت الإنسان يؤتى به إلى المغتسل ويغسل بأنواع الماء الثلاث بأنواع ثلاثة من الماء لماذا أليس هذا يدل على طهارة الإنسان وكرامة الإنسان واحترام الإنسان لا يوجد دين غير الإسلام هكذا يجعل للميت تقديس وإحترام والله ميت انتهى انتهى كل شيء لا ليس انتهى كل شيء كما قال ذلك الرجل أنا محمد مات خلص انتهى محمد مات انتهى ولذلك أحبتي عندما نقول احترام الميت ويشيع تشيع وأن الذي يشيع هذا الإنسان ليرفعه جنازة كذا له ثواب الذي يسير خلف الجنازة له كذا ثواب كل قدم له ثواب عندما ينزل القبور كذا بهدوء ينزل إلى آخر أمور ويضى خده الأيمن على التراب لماذا كل ذلك هذا كله احترام للميت ويلقا اذا جاءك الملكان فقل الله ربي محمد النبي علي امامي إلى آخر من الاذكار كل هذا يدل على تعظيم الانسان واحترام الانسان في الاسلام فتأتي وتقول لماذا تزور القبور حقيقة الانسان عندما يذهب إلى المدينة المنورة إلى البقيع هذا المكان الطاهر المقدس وإلى قبر رسول الله وإلى المجد مجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المجد الطاهر هذا القبر الطاهر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا ما أجيسلم على تراب على عظام أنا أريد أن أستلهم من هذه قيادات وهذه الرموز ومن الأنبياء والأولياء والأمم عليهم السلام جميعا أنا علي أن أأخذ العبرة أريد أن أأخذ درس لا أجيسلم على عظم أو على تراب وإنما أن أأتي لصاحب هذا القبر للشخصية العظيمة التي دفنت في هذا المكان وتأتي وتقول علي لا تصلي عند القبور لا تزور القبور لا تقل القرآن حقيقة السنة الماضية كنا في الحج رزقنا الله وإيك حجبة الله الحرام كان واحد يقل القرآن عند قبر لأمة البقية سلام الله عليهم هذا الرجل الواقف العنصر الواقف يمنعه ممنوع فأنا قلت له أخي هذا يقرأ القرآن يقرأ القرآن ممنوع ممنوع قراءة القرآن عند القبور ممنوع المهم أحبت أن أخوة الكرام أن أقول لكم دعاء الإمام الحسين عليه السلام حتى سيتهمون الإمام الحسين بالبدعة ويتهمون الإمام الحسين بالشرك هذا كيف شرك أن أجعل صاحب القبر إله حتى قل لي شريك أو شيرك أن أشرك مع البارع عز وجل شيء آخر أنا أشركت أنا الله واحد ما عندي شرك معه ولكن قلت لكم نذهب لزيارة القبور لوصية النبي صلى الله عليه وآله وآله يقول من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني هذه وصية النبي فنحن مرتزين بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وآله طيب ألا تعالوا معي نرى أن الإمام الحسين عليه السلام يوصينا أن عندما نزور القبور حتى لم يقول قبور أهل البيت قبور المؤمنين قبر إنسان عند أب عند أم عند جد جدة عند أخ عند أخت عند صديق عند عالم يعني من الظفاء ألا ينساه وعندنا روايات كثيرة في هذا الجانب الميت يتوقع رحوم موجودة ينتظر شيء ولذلك نشوف الإمام الحسين سنقر الرواية عن الإمام الحسين وسيقن العياذ بالله والعياذ بالله الحسين مشرك أما نقول الحسين مشرك أو لا إذا كنا نحن شيعة مشركيين وأهل بدع نعم هذا الإمام الحسين سلام الله عليه وتعترفون بالإمام الحسين طيب تآلوا معي حتى نرى ماذا يقول الإمام روح له الفداء وروي عن الحسين بن علي عليه السلام الرواية موجودة في مستدرك الوسائل جزء الثاني صفقة 373 حديث 2223 وأيضا في موسوعة البحار جزء 102 صفحة 300 ما هو هذا الدعاء الذي يقرأ عند القبور وروي عن الحسين بن علي عليه السلام قال من دخل المقابر إذا كان لا يجوز ما كان يقول الإمام سلام الله عليه من دخل المقابر يعني يجوز الدخول وزيارة المقابر للموعظة والاتعاض والعبرة لماذا مستحب الإنسان يزول القبور حتى يتعظ أنه سيأتي يوم ويؤتى به إلى هذا المكان يتعظ شوف هؤلاء الذين يدعون أن هذه بدعة وهذا الشرك وهذا ضلالة وكذا هؤلاء ترم قلوب قاسية جربوا تكلوا معهم أولا لا يضحكون البشاشة غير مرتسمة على وجوههم القساوة الغلظة التهديد طبعا إذا الإنسان لا يقرأ الدعاء مع الله سبحانه وتعالى ولا يزور القبور ويكفر الناس ويحل الدماء الناس كيف أن يكون هذا الإنسان يقول الإمام الحسين عليه السلام من دخل المقابر فقال اللهم رب هذه الأرواح الفانية والأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة ادخل عليهم روحنا منك وسلاما مني واضح ادخل عليهم روحا منك رعاية وعناية من الباري عز وجل ادخل عليهم على القبور روحا منك وسلاما مني يعني مني ومن الله سبحانه وتعالى طيب يا أبا عبد الله الحسين من دخل المقابر وقرأ هذا الدعاء ماذا يكون يقول الإمام الحسين عليه السلام رح يعطيك النتيجة والأجر العظيم كتب الله له بعدد الخلق من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة حسنات اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل الفرجهم وعن عداءهم حقيقة عجيب دعاء بسطرين بالضبط سطرين أقرأ عليكم مرة أخرى قصير اللهم رب هذه الأرواح الفانية والأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من دنيا وهي بك مؤمنة وهي بك مؤمنة ادخل عليهم روحا منك وسلاما مني يقول الإمام من دخل المقابر وقرأ هذا الدعاء كتب الله له بعدد الخلق من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة حسنات اجي الله خالق بشر من آدم إلى يوم القيامة يكتب لهذا الذي يزور القبر ويقرأ هذا الدعاء هكذا حسنات ماذا يريد الإمام الحسين عليه السلام لماذا يؤكد الإمام الحسين على زيات القبور أو الذهاب للقبور وإقراء الدعاء سأتيهم نحن جميعا نكون في القبور بعد أولادنا أحفادنا إذا ذكرونا هذا ندل على شيء يدل على تعظيم الدعاء مطلقا بعد الصلاة أثناء الصلاة نعم عند النوم في كل أدنى في الروايات حتى الدخول إلى المرافق أو الحم كل أدنى أدعية في كل عند النوم عندنا دعاء خروج من البيت دخول البيت عندنا دعاء عند السفر دعاء عندنا كل أدعية فالدعاء مستحب فهذا الدعاء عند القبور الآن أكو دعاء آخر قصير أختم به هذه المحطة دعاء جميل أيضا من أدعية الإمام الحسين عليه السلام يقول اللهم هذا يمكن تحفظوه مو صعب اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤدبني بالبلاء يعني إلهي عندما تحسن علي يكون هذا المحل ابتلاء امتحان ولا تعاقبني بالبلاء أنا سوء شيء والعياذ بالله والعياذ بالله محرم البارع عز وجل يعاقبني بمرض بفقر وما أشبه ذلك فأطلب من الله سبحانه وتعالى أن تفضل علي بالإحسان ولا تنزل علي البلاء يعني لا تعاقبني بالبلاء هذا دعاء الإمام الحسين بل هذه أدعية أبي عبد الله الحسين ابن علي محطة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة